اشتركوا في القناة عشان يحي بمزيد من النجاح المشروع اللي هو بيعمله مجموعة الشباب اللي موجودة في الفرقة اللي نجحها بشكل كبير جدا وانت قلت نقطة تحت الهواء قلت نقطة عظيمة جدا بالنسبة لأرسنال قلت انه أرسنال انا مش اقول ان هم عملوا نجاحات كبيرة لكن هم مقارنة بالستاندر اللي اتحطت في السنة 2-3 اللي فاتوا لأ هم عاملين نجاحات لان انا صبرت على المشروع ده وجمهور أرسنال وصل لمرحلة انه خلاص ما بقاش منتظر فنقطة تسقف التوقعات اللي كان بيتكلم عليها مروان نزلت شوية عند أرسنال قدروا السنة دي ان هم يوصلوا للحالة من الادابتيشن او التكيف مع التوقعات اللي نزلت شوية أرسنال دلوقتي بينافس على المركز الرابع ماشيين بشكل جاي جدا على المجموعة اللي موجودة مع أرتاتا في الناحية التانية ليفر بول موضة مش حلول ليفر بول لازم يكسب كل المباريات اللي جاية بما فيها مواجهة عشر ابريل مع السيتي في ملعب الاتحاد فمهم جدا جدا هم يلاعبوا أرسنال ويكسبوا أرسنال لانه ما عندهمش حلول هم بكرة التعادل المعناوي النفسي المهم جدا اللي عملوا السيتي مع كريستال بلس والهدية اللي ادع لهم فيارا المدير الفني لكريستال بلس وقدر انه هو يتعادل مع السيتي بياخد منه مربعة بونط في نفس السيزن هل بقى ليفر بول اعتقد ان هما هيستغلوا وليس يفرطوا في المباراة دي ويسيبوا الأمور معلقة كما هي لمباراة ملعب الاتحاد يوم عشر ان شاء الله ليفر بول مصرح هيلعب يا رب هيلعب لو قال النهاردة انه هيلعب ان شاء الله بس يعني لو في ممكن يبقى احتياتي او اساسي بس على اللي يبقى موجود خلي بالك واشارك في تمرين واحدة جزء من تمرينة كمان فما ظنش ان احتمالك كبيرا انه يبدأ المباراة لكن نفسيا على الاله يكون موجود طبعا في السكواد اتمنى يكون موجود في السكواد وبعد ما يبدأش طبعا حفاظا ليه علينا يعني هما لسه قدامه كتير انا فكرت في كده اه احنا منحب ليفر بول عشان خاطر محمد صلاح بس اذا هنخسر محمد صلاح لا خطر بس في الشرقة اش هايزينه يكسب بكرة صح بس انا بشوف ان ليفر بول بيحط ضغط على منشستر سيتي انا مكنش متوقعه بصراحة يعني ضغط ان هما يعوضوا يكسبوا انت فاكر كريم في شهر 12 ويناير كان بارخ ويسر لا كلنا كلنا انت فاعلان ان سيتي خد الدوري من نص الموصل انا كنت فاكر كده بصراحة يعني ده كانت توقعاتي فاكرة ان هما رجعوا يقعوا بالشكل ده فاكرة الليفر بول عمل استريك رهيبة وفي ظل كاسقومة افراقية الكريت كورو يرجع لكلوب والعين كلوب في التعاقد مع لويز دياز واللي اعتماد على ديجو جيوتا واعتماد على باقي السكوات ماتش بكرة مستهل ماتش في الامريتز زي ما دكتور جمال بيقول ارسنال عندهم يعني تموه كبير جدا هي العودة تاني للشامبينز ليج بعد سنين طويلة ومش بكين على حاجة خلي بالك ان هما لسه عندهم اصلا ماتشين فرق غير ماتش بكرة ما بينهم وبين اليونيتد افورا حتى مع ارتيتها في التزام دفاعي او في بالانس لحد ما لكن فريق حيدي ليفربول مساحة ان هو يدخل في الجيم وانا بشوف ان مش بس كمان ماتش منشستر سيتي في الاتحاد هو اللي هيحسن لأ انا متوقع ان الفريقين حيقعوا لسه مع الفرق الصغيرة هو ده النقط اللي انت ممكن تفقدها هيا دي النقط اللي هتحسن الفرق صغيرة بين كوسين اه انا اصبب الفرق يعني انا فهم انا فهم خمسة كبار كلهم فرق كبيرة انا اعرف الفريمير ليج انت بتحب الفريمير ليج انت طبعا كلهم مرعبين